طبعا هلا فيكم اصدقائي اصدقائي قناة جوتوينز سلام عليكم ورحمة الله طبعا اصدقائي في حلقة عن قبول جوجل ادسنس باسرع وقت بتتعلق في السيكريبت تمام تبع البي اتشبيه اللي شرحته قبل حوالي تسعة ايام طبعا الحلقة حسيب لك اياه في الوصف تبع الفيديو لتشوفها طبعا هي بخصوص هذا الموقع جماعة تمام هذا الموقع فيه كان بعض الاخطاء اخطاء 404 تمام وانا غاية الاساسية انه انت تجيب قبول جوجل ادسنس فاكيد من الطبيعي الاخطاء الموجودة لازم انعدلها تمام خليني اجي هنا يا صديق العزيز لو اجت على بيج اسبيت طبعا زيما انت شايف هذه هي السرعة تبعت القالب او السيكريبت تمام 94 الاداء على الكمبيوتر وخليني اقولك تقريبا ما في مشاكل يعني مهمة زين ولو اجت دخلت على جوال اغلب الامكانيات تبعته 100% جاية معك زين يعني بطء بنسبة بطيئة جدا لكن المميزات لو انت ركزت عليه اشي فخامة تمام فانا من وجهة نظري انه انت تستغل القالب او النسخة الجديدة وبخصوص هذه الحلقة حسيب لك اياه في الوصف تبع الفيديو لتستغلها زين طبعا يا جماعة على اساس انعدل الليلة هادي بدي اجي وبدأ ادخل على الاستضافة تبعتي تمام بدي اجي يا جماعة على الاستضافة خلينا اجي واشغل الدومين هنا طبعا هي الدومين شغال معي 100% بدي اجي وبدأ ادخل على الفايل مانجر تمام اظن الشغلة بسيطة وسهلة من فايل مانجر بدي اجي وبدأ ادخل على كورة اللي هو اسم الدومين يعني الدومين اللي انت حابب تحط عليه الملفات طبعا بدي اجي وبدأ احزف كل هاي الملفات اللي انت شايفها وبدأ اجي يا جماعة اعمل عملية ابلود للملف الجديد تمام طبعا الملف هيكون في الوصف تبع الفيديو رابط ميديا فيار على اساس تقدر تستغله او في القناة تبع التليجرام حتى ما يجف معك نهائي بعد هيك تمام المهم بدي اجي وبدأ احمل الملف زي ما انتو شايفينه اصدقائي تمام اظن وزنه حوالي 7 ميجا بايت يعني مش هالحجم اساسا وهيك هيك هيكون بصيغة زيب على اساس تقدر تستغله ها انا بدي اقول له ارجعني للصفحة اللي انا كنت فيها طبعا هاي الملف html بدي اجي اقول له اكسترس بالشكل هذا اقول له نعم هنا وخلص هيحمل الملف طبعا هذا الملف الزيب خلص بعد ما فكيت ضغطه بامكاني اعمله عملية delete وهلوجه تصديق العزيز لو دخلت جوه الملفات او جوه المجلد زي ما انت شايف طبعا هايدي هي الملفات بدي اجي اقول له تحديد الكل وبدي اجي اقول له move او نقل وخلينا اقول له خليه بس جوه الدومين نفسه خلينا امسح الكلام اللي انت شايفه ال public html طبعا انا حابب احطه جوه الدومين had وخلينا اعمل عملية رجوع طبعا المجلد طبعا ال public html لانه هيك هيك فاضي ومش لازمني فبامكاني اعمله عملية delete لو انا دخلت على المدونة تبعتي وحدست ما في اي مشكلة طبعا القالب هيكون معك شغال ما هيكون في اي اخطاء وبخصوص السرعة صديق العزيز زي ما انت شايف تمام على ما اعتقد احنا غيتنا قبول جوجل ادسنس فانت حاول تعمل ليلة هادي طيب ممتاز طبعا اصدقائي في حلقة تانية حاجة اقدملك هي الحلقة الجاية وهي بتتعلق كيف انت تعمل backlink لهذا الموقع او اي موقع تاني تمام على اساس نسرع القبول تبع جوجل ادسنس الله يعطيكو الف الف عافية اصدقائي وسلام عليكم